اشارة بسيطة للفيديو الاول موضوعة الشباب الذين تصلقوا تقريبا التل الترابي حفات القدمين هذه الليلة ليس اثر فقط لدينا نحن كفلسطينيين بل اثر على المستوى الدولي بمعنى انه سيعمل مقاربة ما بين الجندي المدرجة بكافة انواع السلاح والتكنولوجيا وكون بحامل وزن قدر وزنه وتحمي الطائرات المسيرة والليكابتر وبالاجواء والسواريخ والشاب الفلسطيني الذي يقاتل حفات القدمين احدهم كان يقول المساكين ما عندهم مش احذية وما كانت الصورة هيك الصورة هي ابلغ بكثير من ذلك لانه بيبحث رسالة للعالم كله انه نحن حفات القدمين مستعدين نقاتل على فكرة اذا شفت عندك فيديو من الفيديوهات الشاب سرايا القدس الذي اضرب القذيف للدباب بدأ يرقص ولعت ولعت ويقفز كان ايضا حافي بالتالي هذه الصورة لمزيتها عالي جدا